لكن مع هذه الرؤية العربية والخارجية اللي واضحة جداً للنادي لقالي وأسباب تفوقه نرجع للداخل وندور على الفضيلة الغائبة الاحترام ليه ما يكونش موجود الاحترام عند الجماهير بيهتز والصورة بتصدر لها شيء من الاحتقان بسبب المعلومات الغلط اللي دايماً وأبداً في كل حالة أو في كل حالة بنقول يا جماعة انتوا بتصدروا كلام غلط للجمهور والكلام الغلط لما يطلع مع حد صغير مش مشكلة لكن لما يطلع من فنان كبير كبير بحجم وشعبية وقيمة الأستاذ هاني شاكر في الكلام عنا عقدة للطهاد مع الأستاذ الميس الحديدي يبقى كلام مهم نسمعه إذا ما الكوية كلهم حاسين بالمظلومية كده وبإحساس بعدم العديد وإنتي مش حاسة كده يا ميس إنتي مش حاسة كده لا مش حاسة يعني أنا حقولك حاجة أنا ملحوظة يمكن مبارح بالمناسبة لقيت خالد الغندور معلق عليها في قناة نادي الزمالك لما الأهلي لعب أو العشر متشارات الأولانين بتوعه هيلعبهم تقريبا على أرضه هل ده عدل؟ أكيد مش عدل أكيد في حد شايف رؤية مختلفة فيه قرار ما؟ الرؤية بتاعة الأمن وكده لا ما الأمن ببسم الله ما شاء الله وهو هينحزل الأهلي ليه؟ يعني أنا أنا عايز أديك مثلا هو أنا بتكلم على المنظمين المسابقة على اتحاد الكورة أكيد مش هينحزل الأهلي لا بينحزل الأهلي ده كان اتحاد الكورة رئيسه زمالكاو لا بينحزل الأهلي يعني زي ما بقولك الزمالك العشر متشارات الأولانين دول طب يا ريت بيتخش تبصي على الموضوع ده والله يا لنيس يعني إحنا عايزين عايزين نوجد أنا دايما عندي إساس الموضوع أسين بمظلومية بزيادة لا لا ما هو ده بيجي من هنا العدل دايما إن الفريق بيلعب ماتش بره أرضه وماتش على أرضه ده العدل لكن مش العدل إن أنا ألعب عشر متشارات الأولانين في الدوري منهم تمانية أو تسعة على أرضي لا ده مش العدل هو هو لالي حيلعب عشر متشارات على ملعبه في دوري لم يعلن عنه غير سبع أسابيع أخش نشوفي طب ما بتجي خش نشوفيا يا سيد هاني يعني كان لك فلان فلاني قال مبارح هو سنة اللي فاتت لا يلعب تسعة متشاط على ملعابه وارابع كان sebenالك السنة اللي فاتت تسعة متشاط هو الش prendreviolent أيه يلعب الملعاب يعني Li هو ايه ملعبه طب ما بيترسبورد كان ملعب هذه البالك في السنة اللي قبلya فات والسنة دي على فكرة جاء الموافقات ان يلعب على بيترسبورت الكالي عمل عاد السنة دي وقعد الناس تأسخر منه مع وي وسلام الملعب آآ 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 الاهلي آآ 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 ويهو السلام. آآآ فبقى ده ملعبه. طالما انه عنده ملعب حيلعب ماتشه هتوقف عليه. الزمالة كان محدد ملعبه باستاذ القاهرة هو الاهلي. والاستاذ مغلق لغات خمساشر ايه. هو والاهلي عاديين يلعبوا على الاستاذ. لقلص ملعبوا استاذ الاهلي. الماتش الوحيد اللي تبدأ. ايه الوحيد. المحلة بناء على طلب المحلة. وشكرون الناس. قالوا لو الاهلي كان يتمسك كنا لعبنا المطشين برا إذن يا أستاذ هاني علشان ده برضو تصدير لمعلومات بتعمل احتقاء ونرجع نتكلم في المظلومية وإن الأهلي المفتر يواخد حاجة مش حقه القاهرة فيها أندية كتيرة طيب الأهلي لما ييجي يلعب مع الانتاج الحربي ياخدوا يروح يلعبوا في حتة تانية ولا يلعبوا في القاهرة وإزا مالك ما يلعب عن كده وإزا مالك ما ينطبق علي نفس الحكاية ما السنة اللي فاتت الزمالك أول تسع أسابيع تسع مباريات كاملين ما خرجش برا القاهرة وفيه فرق بين بيتروسبورت والكلية الحربية واستاذ الأهلي في السلام فيه فرق يعني لما الأمن يقول طيب ما هو الأمن قال إن المحلة مش جاهزة وجيبنا الراجل رئيس نادي المحلة أو نايب الرئيس قال إحنا اللي طلبنا هم اللي طلبوا فتم التبديل عشان الأهلي دور التاني يخرج برا يخرج المحلة يخرج المحلة ولولا يتمسك مكانش حيروح له والزمالك السنة اللي فاتت الزمالك راح أسوان الزمالك ما راحش أسوان الأهلي راح أسوان والزمالك المباراتين بتقع أسوان في القاهرة الأهلي ما قال شيء وما حاسش بعودة الاضطهاد اللي مادام لميس عمال تقولك عليها فأرجوكوا كفاية تصدير معلومات غلط تعمل حالة خاطئة عند الجمهور ترجمة نانسي قنقر